رحيم المؤتمر الشعبي العام لا شك أنه حزب الوطن الحزب الرائد الحزب الوسطي المعتدل الذي يقبل بالرأي والرأي الآخر الحزب التي أثبتت الأحداث الأخيرة أنه حزب الوطن الأول لا شك أن الوطن يمر من عطفات خطيرة وخطيرة جدا ولا غنى عن رجالات المؤتمر الشعبي العام الذين كان لهم الدول الأبرز في الحفاظ على الوحدة اليمنية وإرساء مداميكا العريضة نشعر بكل فخر واعتزاز في ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام ونقول في هذه العجالة رجال المؤتمر الشعبي العام يستمروا فأنتم الأساس ولن يبنى الوطن إلا برجال المؤتمر الشعبي العام ذكرى الـ 41 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام المؤتمر الشعبي العام طبعا هو تنظيم سياسي يعني معروف تنظيم سياسي وسطي أنتهج الوسطية والاعتدال فيها صفوفة الكثير من الكوادر الوضنية المعروفة ولا دور غيادي وريادي في بناء الدولة من مؤسسي الدولة الذي كانت دولة نظام وغانون في عهد المؤتمر الشعبي العام نحتفل بالذكرى الواحدة والأربعين من تأسيس المؤتمر الشعبي العام هذا المؤتمر العظيم الذي جاء وتحت مظلته العديد من الأحزاب السياسية حيث أنه كانت هذه المؤتمر الشعبي العام كان له دور فائلا وكبير بقيادة طبعا الزعيم علي عبدالله صالح رحمة الله عليه هذا الذي كان له الدور الأكبر والأسمى في العديد من المنقذات الكبيرة والعظيمة التي شادتها البلاد ذكرى تأسيس المؤتمر الواحد والأربعين ذكرى عزيزة على قلوب المؤتمريين بشكل خاص وعلى قلوب اليمنيين بشكل عام تأسيس المؤتمر يعني لليمنيين بأنه تنمية بأنه اقتصاد بأنه تطور بأنه ثقافة بأنه عمل بأنه استقرار بأنه سلام المؤتمر يعني لليمنيين دولة وسلطة ونظام مقالمي في ظل دولة المؤتمر سواء كان في السلطة فهو كان للتطور للاقتصاد للبنية التحتية للحضارة للتعليم للجامعات لكل شيء يطور الحياة ويطور المجتمع وإن كان في المعارضة فهو يعتبر كذلك محل إصلاح ومحافظة على مكتسباته أيام ما كان في السلطة حزب المؤتمر الشعبي العام في ظل حكمه 33 عاما الكثير من المشاريع لداء الدولة اليمنية وقدم الطرقات والمدارس وبناء المستشفيات والجامعات فنحن هذا المؤتمر هو الحزب الناضج لبناء الدولة ولكن الأحزاب الأخرى قد قامت بالمحاربة لديه وإقيام الثورة في 2011 داعش لسبب انهيار الحزب وانهيار الدولة الحاكمة فكان هذا من ظلم الدولة والقادمة والثورة التي أقامها حزب الإصلاح وحزب اللقاء المشترك المؤتمر الشعبي العام بذكرى الـ 41 لهذا المؤتمر الرائع وأهدافه مستنبط من روح الشريعة الإسلامية وهو له حاضنة وشعبية قوية في اليمن وهو الحزب السائد في هذا اليوم ذكرى عظيمة على كل إنسان يمني وكل مؤتمر مخلص للمؤتمر الشعبي العام تعتبر ذكرى عظيمة جدا من مؤسسنا المناظر الشهيد علي عبدالله صالح يجعل مثواه الجنة يا رب العالمين وبهذه المناسبة نهدي الأخ أحمد علي عبدالله صالح تحياتنا والأخ طارق تحياتنا وقيادتنا قيادة المؤتمر الشعبي العام عليهم أن يتوحدوا ويوحدوا صفوفهم لأجل نرجع كمؤتمر دورنا في النضال من أجل تحقيق الوحدة اليمينية والواسخ النظام الجمهوري اللي أسسها الزعيم علي عبدالله صالح في الجمهورية اليمنية وحقيقة أن هذه الذكرى عزيزة علينا كثيرا وذكرى الواحد والأربعين من تأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس 82 ذكرى لا تنسى والله يرحمه من كان مؤسس هذه من القيادات على رأسهم المرحوم والزعيم علي عبدالله صالح والقيادات اللي تلتها من منهم ميت ومن منهم حي من هو حي الله يعطيه الصحة والعافية ومن توفى الله يرحمه وكنا نفتخر باليمن وقوتها وبمؤتمرها الشعبي العام الذي جعلها فعلنا لها مقومات ولها قوة في العالم ومع دول الجوار وفرحنا كثير بأن ستتقوى اليمن وتستعيد تاريخ العضاري ولكن للأسف الشديد مع مرور الزمن والوقت أصبحت اليمن ضعيفة ترجمة نانسي قنقر